استقبل مطار القاهرة الدولي وصول ثلاثة ملايين وثمانمائة وتسعين ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة فيزر أوضحت وزارة الصحة والسكان أن هذه الشحنة قادمة إلى مصر عن طريق آلية كوفاكس وذلك بالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات وأشارت الوزارة إلى أن لقاح فيزر حاصل على موافقة الاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية وهو عبارة عن جرعتين يفصل بينهما 21 يوما مضيفة أن شحنة اللقاحات التي تم استلامها ستخضع للتحاليل في معامل هيئة الدواء المصرية قبل توزيعها على مراكز التطعيم على مستوى الجمهورية كما أكدت الوزارة أن الدولة لا تدخر أجهدا في توفير اللقاحات للمواطنين بالمجان من خلال التعاون الدائم مع المنظمات والجهات الدولية لتوفير اللقاحات بما يضمن الحفاظ على مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة